تترقب الأوساط الإقليمية نتائج الجهود السعودية الفرنسية الرامية إلى حل حالة كثير من القضايا المعلقة في المنطقة في ظل زيارة رئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى المملكة لبحث سبل تخفيض التوترات في المنطقة ولأن باريس تدرك ثقة للدور السعودي وأهميته في المنطقة وأنه لا يمكن الاستغناء عنه ما يدفعها إلى التقارب والتنصيق فقد وصفت السعودية باللاعب الأساسي في المنطقة مؤكدة أن الزيارة تعكس إيمان فرنسا بالبعض الاستراتيجي وما تلعبه الدبلوماسية السعودية من تأثير وحضور في هذا المدمار بهدف حدوث انفراجات في الملفات المتأزمة ماكرون استبقى الجولة الخليجية بمهاتفة رئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للمرة الثانية طالبا منه الانخراطة بشكل بناء في المحادثات النوية في فيينا وأن تعود إيران إلى احترام جميع التزاماتها بشكل كامل بموجب الاتفاق النووي إضافة إلى التزاماتها إزاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدوره شدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية إيرفي جارانجان في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي على أن باريس والرياض تتقاسمان نضال نفسه في مكافحة الإرهاب مؤكدا أن لدى بلاده تعاونا دفاعيا وثيقا مع السعودية ترجمة نانسي قنقر